طبعا في هذه الفقرة أنا صديق معنا الموهوبة في رسم الحناء رجاء زيد ورح نشوفها معنا اليوم شو رح تعمل مع اقتراب الأعراز اللي يكثر فيها رسم الحناء صح؟ صحيح نادية يسعد صباحك رجاء يسعد صباحكم يا هلا صباح الخير الحمد لله تمام نحنا صدفناك قبل مرة بس خلينا هيك نستذكر اللي بشوفك لأول مرة كيف اكتشفتها الموهبة أنا رجاء زيد من مدينة كولكوليا برسم حناء من زمان بس أنا بكيت أرسم أول شي بالرسم بسيط خفيف تطورته يعني كنت أرسم شغلات بسيطة على الوراك أتدرب وأنا حتى يعني أصغر عبنات أصغر لحد ما طورت لأنه صار الرسم عندي حتى هي حاملة هويتها على كفن شوفها الإيد واو جميل شو حلو لحد ما طور الرسم حاليا لدرجة كبيرة يعني أي حاليا أي رسم بتعطوني إياها مثلا أو أي صبية بتطلب أي رسم برسمها جميل يعني خلينا نحكي عن تطوير مرحلة الرسم كيف بلشتي وإيش بلشت ترسمي وهلأ إيش تقدري ترسمي كنا أول ما بلش الحناء أصلا كان التقليدي ورود وعروق وهي شغلات يعني شغلات بسيطة يعني تقليدية من جديد دخلت أشكال كثير للحناء اللي هي الحنة الهندية هاي اللي أنا أغلبها زخارف وأشكال فيها المجال إنه الواحد يبدع للفنان أو الموهوب في كثير شغلات رسمات التتو يعني أنا بستفيد منها كثير لأنها بتحاكي الرسمات التتو الدائم لأنه التتو الدائم بيطول تيروح يعني مش سهل إنه الواحد يحطه ويشيله يعني ممكن يكون إلو أضرار أكتر مظبوط ففي ناس كثير مثلا بتحب إنه تعمل نفس رسمة التتو بس بالحنة لأنه تقريبا مدتو منيحة يعني للناس عشان يحبوا كمان إنهم يغيروا يعملوا رسمات ثانية تروحوا يرسموا غيره رجاء نحن هلأ منشوف رسماتك على الشاشة اللي رسمتيها للناس اللي بتيجي عندك يعني أداش حلو الرسم هذا هيلدي مثلا ما قدر نعتبره؟ هاي رسمة دانتيل رسمة دانتيل موديل جديد لو نشرح نطلع عن كل صورة مثلا هاي هاي هيندي لأنها أغلبها أشكال بتشوفها تقريبا زي أشكال هندسية مكررة بس بدها دقة يعني بدها دقة إنه تطلعيها كثير مزبوطة هيك هاي زي تتو هاي هاي زي تتو هاي شغلات بسيطة وصغيرة هاي هيندي كمان طب رجاء يعني خلينا نحكي عن الصعوبات اللي واجهتيها أنت كرجاء أنا واجهت صعوبات كثيرة أول إش إنه في الواحد لما بدي يطلع في شغلته ينشرها مثلا أو يفرجان الناس رح يواجه أول إش عدة أذواق يعني الناس أذواق رح تيواجه انتقادات صعوبة ثانية إنه مثلا أنا ست بيت متزوجة يعني وعندي أطفال هاي من الصعوبات اللي واجهتها بس الحمد لله يعني قدرت أتخطى وشغل الثاني اللي هو كان المكان إنه مثلا يجي زباين صبايا أو عرايس من بر البلد بدهم يتحنوا عند الرجاء يعني فلا حد الحمد لله ما اليوم عندي صالون خاص يعني بيجوا عندي كله بيقلقيليا؟ اه حاليا في قلقيليا إن شاء الله يعني يعني كان المكان تعتبر صعوبة أو عائق قدامك بس حاليا في عندك صالون خاص جميل حكي لنا عن صفحتك على فيسبوك صفحتي رجاء حنة أو حناء الحور العين كانت بالإنكليزي رجاء حنة أو حناء الحور العين كان اسمها صفحتي أنا أول ما بلشت تنشر صوري وشغلي عليها كان كثير يعني أشوف إقبال تعليقات منيحة وحتى فيه تعليقات سيئة الواحد بيستفيد منها إنه بلفت نظر الواحد لا صحيح يعني أولها إمتي ما تتقبليهاش بس مع الوقت بتحتي لو ما حدا صحيح انتقد هذا الاشي أنا ما طورتوش أو ما زبطتوش يعني هو دايما اللي نقد دايما لازم نعتبره إنه نقد بناء عشان إحنا نحاول إنه يعني نعمل إشي أحسن من ما كنا نعمل يعني رجاء قلينا نحكي عن تفاعل الناس زي ما حكيتي كيف كان تفاعلهم معك في الحنة؟ أولها شوفي هم الناس هود لأنها هي عادي قديمة أصلا الحنة كانت عادي يعني أنه على المناسبات على الأعراس بس الناس تتحنى اليوم كثير من تشري يعني صاروا حتى البلاد اللي مش عادتهم الحنة يتحنوا وحتى الصبايا يعني بطلوا بس على الأعراس في على على عياد الميلاد على حفلات التخرج يعني حتى ممكن هلأ موسم الصيف والربيع عشان الناس بتلبس لبس صيفي فبيبين الحنة إذا رسمناها فممكن الناس تعتبرها كمان موسمية بالضبط شوفي كانت هي على موسم الربيع بالصيف على موسم الأفراح والأعراس بس يعني آخر ثلاث سنين تقريبا شفتم أنه لا الحمد لله طول السنة بس فترة الشتوية شوي بيخف أما الحمد لله بيكون على طول السنة بحترك بيرجع للأذواق يعني الناس بطلت بس أنه بدأت تتحنى عشان في حفلة أو في عرص أو في مناسبة لا بتتحنى إلها شخصيا يعني من مظاهر الجمال لأنه يعتبر للمرأة وخاصة للمتزوجة الحنة في عليه إقبال اليوم؟ كثير كثير في عليه إقبال يعني كان شوفي هي الحنة سودا وحمراء هذولا الأكثر إشي يعني معروفين السفية تلعت منها ألوان دهبة وأبيض وألوان كثير بس هاي مؤقتة يعني معلومة بحكيها لكل الصبايا اللي بتابعونا إنه بس هاي مدتها يعني ساعتين مثلا ثلاثة وبتروح أما الحنة مثلا السودا عريس إش بيستعمل أسود أحمر أسود وأحمر شوفي أذواق يعني في ناس بتحب الأحمر وفي ناس بتحب الأسود في ناس مثلا عندهم حساسية نستعملهم الحمرة بنستعملهم مش السودا الحمرة هي عشان الأسود وحساسية لأنها مواد طبيعية تقريبا تبرجاء يعني خلينا نحكي عن أنواع رسم الحنة خاصة للعروس شوفي أنواع رسم الحنة هو أزياء أغلبه سوداني هندي خليجي وانتقل من بلد لآخر على لحد ما وصلنا إحنا هون على بلاد الشام اليوم صار كثير مثلا العروس لازم تتحنى مثلا في السودان عندهم ممنوع ممنوع أي حد يتحنى كبل العروس يعني العروس مجرد ما إنها رسمة الحنة يوم عروسها بتأخذ تصريح إنها ترسم حنة طول الحياة صح قبل الزواج ممنوع شغلة ثانية كمان إنه كان بس إنه الرسمات بسيطة و أنا بدي أجي عندك أهلا سهلا كان العرايس مثلا في بلاد إنه بس برسم إيدها إجرها إيش هيك اليوم الرسمات اختلفت وزي ما حكيت لك رسمات التتو حتى أنا برسمهم لعرايس في عرايس محنان ما بتحب ترسمي لها إشي تقليدي يعني على الجسام تقعد أكل إشي أسبوعين واو يعني زي التتول اللي مش اللي عمرة قصير رجاء خلينا نحكي أنت هلأ بالدربة يرسم حنة مش بس ترسمي صحيح؟ أنا بأعلم حنة حالياً الدورات أنا ببلشتها ببلشتها تقريباً في الشتوية في الصف ما بقدر أعطي لأنه بتجون عندي شغل الحمد لله بس يعني أنا فيها ماشي فيها على مبدأ إنه أنا استخلصت من كل شغلي فترة شغلي وخبرتي إنه عملت تقريباً زي دوسية أو كتاب نسكه في كل الرسومات من أصغرها لأكبرها كيف توصل للصبيه اللي بها تتعلم عندي بأسلوب إنها تفهمو تتعلموها شو حلو جميل جداً حتى هو بساعدة اللي معها موهبة بس صح؟ معها موهبة بس حتى اللي مع عندهم بش موهبة الرسم بطلق خلو جداً خلينا نبدأ نعمل لنا إشي هك حلو نحن إشينا مشان نعمل لنا رسمة حلوة اليوم على زوء أك عمل لنا وانتي بدكي أنا بدأ أتفاجأ أنا بما أنه عرضنا الهندي هذا الهندي هذا الهندي خلينا نفرجيه الكاميرا بما أنه عرض بدي أعمل لك رسم عربي أوكي ولصا بي رسم التطو شو رأيكم؟ حلو حلو؟ كيف تزيده؟ نعم أصابع هذا الخواتم ما سنسميه كيف تتفعله؟ نعمل هذه القمع في النايلون العدة بسيطة بسيطة جدا لأي شجل تتعلم حتى لا يوجد شيء الحمد لله ليس موجود على الإنترنت يعني أي صبيه تحب تتعلم الحنة تحب تتعلم كيف تعمله كيف تخلطه صح موجود على الإنترنت بس حتى لما تأخذيها المعلومة من حدا عنده خبرة يكون الإشاء عليك أسهل صحيح أداب يأخذ وقت معك تقريباً زي الرسم اللي كترسميها لناديا تقريباً أداب تأخذ وقت معك لا تأخذ شوكيتي كثير لا تأخذ شوكيتي كثير أنا معي الحمد لله لأنه متعودة على الأشياء تقريباً يومياً بمارس ما هو الرسم العربي؟ ما يعني رسم عربي؟ الرسم العربي بيكون عبارة عن أغلب ورد وعروك ورق وهي شغلات اللي هي الرسم التقليدية هاي اليمنية اللي بتعبي كل الإيد صح؟ مظبور بس عملناها على أسلوب بينا الشاشة نطلعها على أسلوب يجي أنعم آه جميلة جداً جميلة وطبعاً الناس كل واحدة زوقها وكل واحدة نفسيتها وكل واحدة بدك تتحمل كيف بتلاقيها الزباين؟ الحمد لله الزباين يعني أغلبهم خلينا نقول إجمالاً أنه مش من الناس اللي بتغلب لأنه حتى عندي أنا في قلقيليا أهل بلدنا كثير بتحنوا يعني معروف معروف من زمان فبتلك يوم حتى خلص مجهزين لك مثلاً رسمي أرسميها في ناس بحكيوا لك لا يا رجال أنا بدي عذوقك أنا مقامنة في ذوقك حلو يعني أزد إشي بشوفه هذا في العرايس لما تيجي الواحدة أرسمي لها أنا بصير تحكي لها مثلاً بحكي لها شو بتحب ترسمي اللي بدك إياه اللي أنت ذوقك باجبني يعني إلا ستتوفق بزوقك أهل الحمد لله هذا الإشي أصلاً بساعد يعني بدعم الواحد نفسياً لما أنت تشوفي رأي زباينك إنه كله إيجاب الحمد لله نفسياً بترتاحي يعني بتنتيجي أزياد وبتنتيجي أحلى جميل وساعدة مثلاً بعد ما ترسمي لها الحنة طبعاً إذا بعد ما ترسم الحنة مصيبة بتنقامش وقالت لك ما عجبني شو بصير؟ تقريباً ما واجهتها عنجاد؟ يعني معناتك بتمشي معها كيفية بدها؟ شو حلو؟ بتبع معها يعني أنه مثلاً أنت حبي لهون حبي أطوال هم بيشوفوا بصورة على صفحتي أو إنه بيختارهم منهم يعني بيشوفوا الصور عن النت اللي بيساعدهم أزياد إنه أنا عندي موهبة الرسم فأي رسمي بعطونيها ما بتغلب في رسمها حتى بقدر أساعدهم إنه كيف تبديها وكيف تنهيها يعني للصبايا اللي بتعلم عندي حتى بعد ما يخلصوا دورات مثلاً يا رجاء في رسمات جديدة شفتها في مجال أسألك عنها بحكي لا تفضلي بتحكيلي مثلاً هاي مش عارف من وين أبدأها عروس طلبت مني مثلاً رسم هيك عروس طلبت شو أعمال شو أسأل كل واحد بساعدها يعني حتى بعد ما يخلصوا وساعدهم إنه كيف يضلوا متابعين الحفاظ كمان أه هلأ كيف منقدر نحافظ بعد ما ترسمي لنا شو نقدر نعمل إن شان دير بالنا؟ شوفي بعد ما ينشفوا إن شال كثير يعني هاي معروفة من زمن إنه الواحد يدهن زيت أو غازلين على الرسمة أه أه ومثلاً من جديد سمعت من الناس إنه مجربين طبعاً أحسس بسلا الحنا الحمرة بتوضبط أكثر اللي هي الخل الخل؟ أه يعني هو بثبت الرسمة؟ هاي تسمعت يعني أنا لأنه من الناس مجربة يعني بس أنا شخصياً لسه ما جربتوا أنا ما بحب يعني أحتي باشي أنا مش مجربته يعني دايماً أي نوع مثلاً بدي أشتغل في أو أي إشي بدي أضيفه لشغلي بجربوا على حالي أول كابل السماء جربوا على الزباين جميل جاء يعني خلينا نحكي طب الرسم الحنا شو بيختلف عن يعني قديش أصعب مثلاً من الرسم العادي بالألم ولا نفس الطريقة إذا أنت شاطر بالرسم فأنت شاطر بالرسم الحنا مزبوط زي ما حكيت إذا أنت شاطر في الرسم بتبديعي بس أصعب من الألم؟ أه لا مش أصعب مش أصعب هي الشطارة بس في الصبية إنها تعرف تتحكم في إيدها إنو كيف تعرف تمسكو خلاص إذا ما سكتب ببطله لهم تابعك الهم هون بتحول هون إنك هون تنتجي يعني أنا هاي رسمي مثلاً مش حافظتها بس من خيالك من خيالي بصير الواحد يستنتج هاي الشغلات هي بتيجي تقريباً أنا زي لما أعلم الصبايا بحكي لهم إنو عتبريها زي زي لعبة الليغو طبعاً الأطفال كيف من رتب الكتعة وتتلع في النتيجة في الآخر شكل مثلاً نفس الإشي الحين أنت بدخلي عدة شكلات مع بعض بطلعوا في الآخر رسمي حلوة طبعاً طبعاً حلوة يعني زي ما إحنا شافين على الشاشة رسمي عجد حلوة بس خلصنا ديال طبعاً دح تفشينا وإذا وإذا الواحد مضطر إيمو مثلاً كيف بإيمو كمان هو تقريباً سابي إن شاء أولها بس إنو إذا بدو بغدر واحد يخففه في الأسيتون إحنا نحكي لهم أو الليمون الحامل الليمون إنو كيف نعمل وأداش بدوم يعني أداش فترة حلو نحنا الحمراء من أسبوع لأسبوعين حسب نحنا خلصنا ها هاي إيدي وهي الحنة شو هاي الرسمة فهمينا هلا؟ هاي الرسمة هسه رسمة عربية اللي هي عبارة عن ورد زي ما إحنا شايفين هون تلع منها عريق تلع منها عريق لوردة لتانية مع شوية إضافات بسيطة هاي هي الشكلات اللي مستخدمة في الرسم العربي جميل جداً أنا مبسوطة عليه وكتير هيك كتير حلو أسلام إذاكي شكراً لك نرسم لك نرسميلي أنا حكيته لحنة نرسم على هذه الإيد ولا على هذه الإيد هايك المكان مناسب لا تبدل نبدل أنا مجادية أه خلينا نبدل في هذه الأثناء أنا رح أمبسط مع حنتي قد بدها وقت لا تنشاف نص ساعة نص ساعة لا تنشاف مش لازم أتحذلك طبعاً أمني حلقة ولا تخر بيها خلص مش حاطبت بيها بس إذا بتخرب ولا بصير إشي رح أتواصل معك طبعاً على صفحة رجاء زيد صح؟ رجاء حنة رجاء حنة على فيسبوك اللي من خلالها بنقدر نتواصل مع رجاء طبعاً هون رجاء أنا حترسميلي تتو صح؟ على شكل تتو بس إشي رسمي ستكون ولا مفاجأة؟ ريشة ريشة طيور ريش الطير وإذا أنت حبات الرسم الهندية زي هيك مثلاً برسم لكم لا أعرف مش مشكلة هذا التلزيق ما تلزقي على الجلد؟ مادة خاصة للجسم كيف نستخدمه لرموش للأضافر ولكنها تكون خصوصي للجلد آه آه يعني ما بنحط أي مادة للجلد حلو جميل جداً هايك تمام أزيح إيدي طعميح أنا مرتاح صعب عليك تركزي مثلاً بالرسمة أو هاي كنت تترك خيالك كي سرح؟ آه عادي في رسمات بدها تركيز وفي رسمات عادي بتيجي هايك شو حلو هلأ هدول إذا بدنا مثلاً إحنا نحني لحالنا من وين منجيب الحنة؟ هي موجودة في السوق بعدة أنواع بس عشان الواحد بده يندل على النوع المنيح اللي تعرف تشتغلي فيه أو ترسم فيه وهي الشغل مش سهلي يعني هاي برضو من الصعوبات اللي واجهتها أنا صح لحتى أندل النوع المنيح هاي فايدة التجذيب هاي فايدة التجذيب آه إنو اللي ما يسبب مثلاً حساسية ما يطول على البشرة فيه ناس بتتحسس من المادة الأمونيا اللي في السبغة سنيناني بس رجاء يعني خلينا نحكي يعني كيف تكتعرف إذا ها شخص عنده حساسية قبل ما تعملي له يعني شوفي فيه ناس بتجرب وبيتلع معها حساسية وفيه ناس لا بتبكى مثلاً مش رسمة من كبل بس عروس تيجي تحجز عندي مثلاً بس ألها السؤال أول إشي انت جربت رسمتي من كبل تحكي لي مثلاً آه رسمت وما تحسست حكي له خلاص تمام طب كيف الحساسية بتصير مثلاً بطلع حب بتصير حمرة بتصير مرات زي الحروق زي الحروق اه فبحكي لك في موضوع أنه العرايس أنا بفضل دائماً كبل العرس أكل إشي واحد وعشرين يوم تيجي تعمل تستحنة وطبعاً من الشغلات اللي بتسبب الحساسية اللي هي تجهيزات العروس اللي كبله العرس ممكن إنه تعمل علاج بشرة أو إشياء أو إشياء بيأثر على الجلد نفسها تصير حساسة أكثر لأنه تشيلي أنت طبقة من الجلد كان إشهم إش أنا بعرف إني أنا هوني مكان غربشك إشياء وسهذا إش كان هي نقطة يعني هاي؟ أه أه أصبتها تزعليس وبعرف هلأ إنه بس ينشف لازم نقيم الإشي اللي بنشف صحيح الجزء الفوقي يعني اه بعدها بتغسله في مية وصابونة مش في مية لحالها اه اه لأنه الرغوة للصابون بتساعد على إنه زوائد الحنة اللي ضلت بالجلد إنها تنزل جميل بنضف الجلد أزل الحنة لا تضر الجلد؟ لا لا ما بتضر طب رجال الحنة بعشزة المعلومة عندك عنها كيفية معلومات إنه الحنة منيحة للشعر اه الحنة الطبيعية مفيدة جدا للشعر لأنها هي أصلا نبتة الحنة يعني نبتة طبيعية وهي أصلا الشعر من زمان بس إنه صار الناس تتفنن فيها يعني زمان كانوا حتى لما يحنوا العروس شو يحنوا إيديها وإجريها هيك عادي يسكروهم صح ما كانوا يعملوا شكلات وهيك شغلات يعني كلها ثقافات كلها بتتبدل وتتغير اليوم حتى الرسم العربي الخط العربي يعني صح كثير دارج بيكتبوا صح الصبايا عائديهم أمثال بيت الشعر مثلا أنا كمدي أسألك عن هلأ هاي الأشياء مثلا بتعمريها العرايس هذا هو حنة العروس لكن أتوقع الآن عملتوا مش للعروس أو لا مثل اللي إنتي حاطتي مثلا في إيش بطلبوا الهندي أو العرب اللي متل هيك بس بتكون على أطول يعني العروس غالبا رسماتها بتيج طويلة أو يعني مش زي يعني هي نفسها الطبيعة بس بتمد أكتر سعلى جزء أكبر من مختلفة طبعا عن رسمات اللي حيكونوا معاها في حفلة النكوش يعني رسمة العروس ونرسم جزيها طبعا عروس إلها عناية خاصة وقتها خاص لحالها بتأخذ راحتها أزياد أي إشي في نفسها حتى أنا لونها هي حبي في مكان معين وهي مش حاب ما عندها فكرة أنا بعرض لها أفكار بساعدها إنه كيف هي تطلع مبسوطة من النتيجة الحمدلله دائما 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 ولا رجل اللي عمرك عملتي أحنة لا ولا بظهر حنة الرجال لا لا ولا مرة يعني يمكن إخوتي آه هيك برسموا شغلات صغيرة عشاء كالتطو يعني للأطفال أه طب رجل قبل ما نمهي خلينا نحكي بس إنه معلومة صغيرة إذا بتعملي حنة مثلا بنعمل حنة غير على الإيد وعلى ممكن غير الإيد مثلا زي مرة سنتينة وين مثلا أماكن برسموا على الكتب على إجر وعلى إجر مثلا برسموا في شبايا على ركبة جديدة لأنها زي رسمات التطو على مكلان العدم الليحان نعم زي ما منشوف على الشاشة في على الإجر وفي على الإيد جميل هاي هندية هاي هندية برسموا تقريبا نفس الرسمة من خلاها تتناسق مع الجسم كل يعني الهندي وكأنه بياخدوا من هذا المفصل الأخير للإيد تبدو الله فوقه اطلع على الأطفل على كل شيء هذا كل الجزء بيكون محنط هاي 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 الف الهندو في السودان هاي عندهم اللي هيا الاسود او الأحمر اللي هاي اللي كون عطراف الأصابع زي الدب اللي عنا ممنوع يعملوا حدا غير الواحد المتزوجة أو العروس نفسها حلوى يا ملوم قبل ما يبلشوا عنا العروس بيعملو لها أصابائها مجرد ما هم ممتون لها أصابائها يعني ببلشت عندها زي خطير أنت حالياً مسموح لك تتحني ومسموح لك تتحني وبعدها هي أغلب رسوماتهم زي ما إنتي شايفة مثلاً أشكال هندسية هون مثلاً أنا جايبة زي شكل هي دائرة بس إطارها جاي على شكل مربع في إشي بتكون العكس يعني مثلاً أو بتكون أطول أو بتكون معها الخواتم سهل عندك هاي ثقافة هذا الإشي تعرفي من وين وكيف وليش والثراث بشكل عام لأنه كل سنة بحاول أطلع شغلات جديدة بواكب الشغل يعني بظن متابعة يعني متابعة على تقريباً على كل التطبيقات حسابات كثير لهنديات أو سودانيات بحنو حتى رسمات التطول على العالميين الوشم العادي بستفيد منها أنه بطلع منها شغلات بسيطة بستلهمها في شغلي يعني فكل سنة طبيعي أنت بتدوري على المواكبة العصر حاصة إحنا في عصر التكنولوجيا بديتتلعب نتيجة ترضي الناس في الوقت التي تكون فيها لم تكن تصميم لهم مثلاً كان يرتسم كبال عشر سنين شكراً شكراً لك رجاء على هذه الرسمات الحلوة أنا ونادية عن جد استمتعنا بها الفقرة حبيبت أن يساعدكم وأنا كمان بسط فيكم طيب خلينا نروح لفاصل أصير وبعدها نرجع من كامل مشوارنا الصباحي حالي كمان